ولكن مشاهدين ما هي قصة سجن ايفين الذي تصدر الى مواقع الاخبار ووكالة الانباء في اليومين المتتاليا عند سفوح هذا الجبل جبال اربس شمالي غرب العاصمة طهران يتربع سجن ايفين على مساحة شاشعة ففي عهد الشاء خطط لتكون مساحته اربعمائة وثلاثين الف متر مربع لكن مساحته تقلصت بعد ثورة الخميني رغم ذلك ظلت هذه المساحة كبيرة جدا يتسع السجن لحوالي الف وخمسمائة سجين بل خمسة عشر الف سجين بني ايفين عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين ولانه يضم اكبر عدد من الاكاديميين والطلاب والمعتقلين السياسيين وناشط حقوق الانسان فقد بات يوصف من قبل الناشطين بجامعة ايفين والى جانب الساحة التي خصصت حسرا لعمليات الاعدام يوجد معتقل تابع للحرث الثوري واخر لوزارة الاستخبار يضم السجن ثمانية اقسام من عدة طوابق وقسم للزنزانات الانفرادية للسجناء الذين تتم معاقبتهم او كذلك السجناء السياسيين الذين تبقيهم الاجهزة الامنية تحت التحقيق لمدد طويلة تصل الى سنوات في كثير من الاحيان يعد الجناحان مائتين وتسعة وثلاثمائة وخمسين من اشهر اجنحة السن حيث يدار الاول من قبل المخابرات الايرانية والحرث الثوري بينما تتولى السلطة القضائية ادارة الاخر الذي يسمى ايضا بالشعبة الثالثة يحتوي ايفين ايضا على مجموعة من غرف الاستجواب تحت الارض حيث يتعرض المعتقلون فيها للتعذيب بانتظام ذلك لاجبارهم على التوقيع على اعترافات تقودهم الى المشانق في غالب الاحوال يخضع السجن بالطبع الى عقوبات امريكية واوروبية نظرا للانتهاكات الواسعة والتعذيب المستمر ضد السجناء حيث تشمل اساليب التعذيب في السجن عموما بحسب منظمة العفو الدولية عمليات الجلد والصعق بالكهرباء والاعدام الوهمي والايهام بالغرق والعنف الجنسي والتعليق والتغذية القصرية بمواد كيموية والحرمان المتعمد من الرعاية الطبية تقول في هذا السياق منظمة مجاهدي خلق على موقعها الالكتروني انه خلال فترة الخميني مع مطلع الثمانينيات كانت الغرفة التي تبلغ مساحتها 36 مترا مربعا تحتضن بعض الاحيان اكثر من 120 سجين ارتبط اسم السجن بالمجزرة المعروفة باسم طبيض السجون التي امر بتنفيذها الخميني عام 1988 بعد الحرب الايرانية العراقية واعدم خلالها الالاف من انصار مجاهدي حركة خلق